إذا اشترط والد العروس شراء ذهب هل من حقه مقداراً معيناً من الذهب وما رأي الدين في ذلك؟ أولاً حضرتك هو الحلي الذهبي على العرف المصريين هو أصلاً يعتبر هدية صحيح أن الهدية على قدر مهديها فالناس لا تتكلف الشطط ولا ما يثقل الكاهل والراحمون يرحمهم الرحمن وأنت ليس يمكن أن تذاكر أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يحدد المهور لما وجد بقى المغالاة وكذا فقامت إليه امرأة وقالت ليس لك الأمر يا عمر الله تعالى قال وقد أتيتم إحدهن قمطاراً وأتبسم وقال أخطأ عمر وأصابت امرأة نحن هنا بالنشب بن علين قال النبي صلى الله عليه وسلم أيصرهن مهراً أكثرهن بركة وما زادت مهور بنات النبي عن عشرة دراهم بنقول هنا لأولياء الأمور مع ارتفاع أسعار الذهب رفقاً بالناس دعه يأتي بالمقدور له بدل ما يستدين بدل الناس ما تصدع عن الزواج بدل ما يسقى الكاهل لا الرحمون يرحمهم الرحمن وإذا رضي طبيع القليل فإن شاء الله يبارك الله فيه ويجعل فيه الخير والنماء والبركة بإذن الله زدنا مرة كمان يا مولانا عشان حضرتك قلتها لي قبل كده كيف زوج الرسول عليه صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة الزهراء إلى سيدنا علي بن أبي طالب رضوان الله عليه بنو هاشم لما قالوا لعلي أنت أحق بفاطمة طبعا هم أكلهم بعد علشان العطرة الطيبة يقوم تخرج من هاشمي وهاشمية فتردد وقال أنا ما معي شيء ففضلوا شجعوا شجعوا لغاية المهمة ما تقاسر ورح قال للنبي عليه الصلاة على استحياء قال ما معك يا علي قال لا شيء معي قال وماذا عن الدرع التي غنمتها قال نعم هي عندي قال آتيني بها فعرضها النبي صلى الله عليه وسلم للبايع فقام سيدنا سعد بن عبادة وأراد أن يجامل عليه رضوان الله فيعني اشتراها بسعر أكثر خطبها لك وأراد أن يهديه بس بطريق محترم يعني فالنبي عليه الصلاة قال للسيدة مسلمة وكانت محبة لأهل البيت عليه رضوان الله قال يا أم سلمة جهز فاطمة فذهبت إلى السوق اشترت رحة لطحن الشعير واشترت كوز واشترت إداوة علشان يتوضوا منها واشترت مرتبة من كتان حشوها ليف أحمر بس وده كان جاهز السيدة فاطمة بنت النبي سيدنا عالي ابن عم النبي هذا البيت البسيط المتواضع في أساسه سينجب الأقمار الحسن والحسين وزينب عليهم رضوان الله عليهم رضوان الله حتى وبرضو لما تنظر في صوت القصص سيدنا موسى عليه السلام لما راح أهل مدنة وبعدين قصة معروفة وجد فتتين عند البئر ما بيسقوش ما خطبوكو ما قالت لا نسقي حتى يوزر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما من غير ما يسترسل معهم في الكلام ثم يعني تولى وذهب إلى مكان الظل المهم القصة موجودة فالمهم البناء البنتين لما رجعوا في وقت مبكر فالأب استغرب حكوا له أنه في شاب أخذته الشهامة والنخوة وسألهما بدل الانتظار فأراد الرجل ألا يأكل حق وعرف أنه غريب فأرسل إحداهن إحدى البنتين يعني فجاءته إحداهما تمشي على استحياء سيدنا الشيخ بقى مصطفى اسمعين كان سلطان التلاوة هيقراها بإيه بحكة أنا أقول إيه فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت يبقى الاستحياء للقول فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت يبقى للمشي يبقى للمشي تشف قدين المهم لما جاء وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين وبعدا قال له إني أريد هنا بأدي سنة مهجورة في المجتمع الآن أن الرجل الصالح لو ول الفتاة يعرض ابنته على الصالحين الأكفاء فهذا الرجل الشيخ على فكرة يعني هم الشعيب النبي هذا خطأ لأن هذا الرجل كان شل وكف بصره قتبها لك والأنبياء يجب لهم كل كمال بشري إنما سيدنا يعقوب لا ده كان عامة مؤقت لمعجزة له مع سيدنا يوسف فيها فقال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجد تشتغل عندي ثمان سنين فإن أتممت عشرا فمن عندك يبقى المهر هنا كان إيه ده مش موجود الآن مهر منافع وده موجود برضو وجد أي من نبيع السلام لو أن يحفظها شيئا من القرآن الكريم صح الآن ممكن نقول يعلمها حرفة يعلمها سياقة قيادة كمبيوتر أيها صدق يعني هي التكنولوجيا المعاصرة دي إذا علمها حرفة معاصرة على أنها مهر يقبل لأن المهر إما نقدا وإما عينا وإما منافع النقود معروفة أخذت بالك والعين معروف حديقة عقار سيارة شاء وهكذا والمنافع أن يعلمها حرفة أو شيئا من القرآن الكريم أو شيئا من العلوم الدنياوية النافعة تتبالها فالشاهد في هذا الأمر أن تيسير المهور لا يفعله إلا الذين في قلوبهم الرحمة ونرجو المجتمع أن يكسر الله فيه من الرحمة الذين يرفقون بالشباب ويسرون الزواج لأولاد الناس سواء كانوا مسلمين أو كانوا مسيحيين كنا في قريب واحد ما أخلي بلك العرف واحد يعني العرف اللي بيسر على المسلمين بيسر على المسيحيين معايا ودي يمكن من شخصية مصر صح أني إحنا في أفراحنا وأطراحنا وعداتنا الإجتماعية واحد يعني لا تفرغ ما بين هذا وزال فإمكان أقول لك شيء بس تقول يبهج الناس والله الذي لا إله إلا هو في بلدي العياط وجدته أنا ذهبت متأخرا فوجدته أحد الأصدقاء المسيحيين حمل لي علبة شوكولاتة فاخرة وذهب بها إلى البيت ليهديها إلي بمناسبة المولد النبو يا حبيبي والله العظيم أسأل من بالله إذا أقول لك كده فيعني أنا بشكره ومحبة أهل الكتاب للمسلمين ومحبة المسلمين لأهل الكتاب ودي شخصية مصر دي شخصية مصر وبرضو حضرتك يعني إن شاء الله بنقول لإخوتنا أهل الكتاب إحنا احتفلنا بذكرى المولد النبو المحمدي إن شاء الله سبحانه وتعالى في يناير يحيينا الله ونحتفل بميلاد السيد المسيح سبع يناير الإرزوزوكس خمسة أو ستة وعشرين ديسمبر لإخوتنا الكتوليك واحد يناير لإخوتنا البورستانت أو الإنجليين حاضر يا معالي طيب عشان في زميلة فوق عمال يقول لي واحد خطب وجاب حاجات لخطبته وبعدين ما توفقوش في الخطوبة الحاجة دي بتاعت مين شوف الحل الوسط هو أمر اجتهادي أولا وانتش باسمك أوف؟ تاني حاجة لا يجمع ما بين الناس يعني نفرض أنه هو تراجع عن إتمام الزيجة فلا تجمع على الإنسانة بألم الفراق أو ألم عدم الإتمام وأنه يطالب يعني يعني فالأشراف والأحرار لا يفعلون إلا الحسن إن شاء الله